الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل يقول ما حكم اتخاذ المساجد في شهر رمضان وتخصيصها للنوم إننا لا نستطيع أن نصلي يا سيدي بسبب كثرة النائمين ولا نستطيع أن نقرأ القرآن بسبب كثرة الشخير في بيوت الله أولا حاول أن تفهم يا أخي القرآن الكريم لما تكلم عن وظيفة المساجد واش قال في بيوت أذن الله أن ترفع في بيوت شكولي أذنه وللولاية رئيس الحكومة لا لا أذن الله أن ترفع ترفع بماذا ترفع واش قال العلماء معناها أي ما عمل يدير الإنسان في بيت الله يناقض رفعة على المساجد فهو حرام ويقولي في بيوت أذن الله أن ترفع بش ترفع بالنوم أنا شفت بعيني والله غير شفت بعيني في شهر رمضان مسجد من المساجد في العاصمة شفت الناس داخلين بالمخايد داخلين بالمخايد تحت يديهم تعجبت أنا نسيت الرقاة في الجامعة ونبقى سخصيت واحد وقلت له أخويا أعلام داخلين بالمخايد قال لي بش يرقدوا قاعدت بعد الصلاة قاعدت نستنى حتى نشوف يسلم وينكز يسلم ويتكسل وين ينكزوا قدام المكيفات والمرواحيات والله جايين بالمخايد وربي واش يقول في القرآن الكريم خذوا زينتكم عند كل مسجد زينتكم ماشي مخايدكم ربي ما قاش خذوا مخايدكم قال خذوا زينتكم عند كل مسجد معنتها اختسل وتوضع ودير المسك وحدد حويجك اكرايح تلاقي يا ربي ماشي تدي المخدى يعني خارج من ضارب ينيت يروح يرقد واحد العام وواحد الراجل عندنا في الجامعة يعني في العرب يتبسي هناك شاب صغير في شهر رمضان جاطاها برقدر وبدأي هترف كان متوحش مرتو يا ودي سمعنا لعجب سمعنا لعجب واش كان يهدر معاها حتى يقول له اخوي يخبي وهمون العرصة هو رقدر يا ويفطنوا فيه حتى رفدوه وخرجوه برا وهو قاعد يا هترف توحش المرتعو حسبونا الله ونعم الوكيل هذا حرام وبالك وذلك الفتوال يقول لك النوم في الجامعة مكره أو ذهب المالكية يا والعولى مالي كانوا يتكلموا على النوم في المساجد كانوا يتكلموا على مساجد عندهم حدائق وإنسان يروح يقود في هذه الحدائق المجاورة بالمسجد أما قاعد صالات نفسها يا حرم فيها النوم علىه انت لما تقبض ما كانوا ترقد فيه معنتها منعت إنسان باش يصلي فيه ولا لا لا هذا كل ما كان قابضو انت أبرقاد وربي واش قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى هاوي يجي واحد يصلي ما يخدش يصلي وهذه وقعت لي واللي تنمشي بينتهم خايف نقيسهم قاعد راق دين ومبعد واحد قصته حلعينه كأن الله بعث من في القبور قال لي ما راقش شب لي أنا راق دين هاقدر وانا نحوس مكان وانا نصلي قال لي ما راقش شب لي أنا راق دين قلت له لا أنا نشوف أنا نشوف ولنحنان نحوس مكان نصلوا ما نصيبوش وانا نصلوا لكثرة النائمين أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وحد الجامع راق دين قاعد قول معركة معركة طيحين في الله راق دين قاعد جاء القيم طف الكهرباء لأنه لما يطف الكهرباء أو يطفت المكيفات يا وغير طفات المكيفات نادوا كأنها كأنه يوم الحشر كأن الله اباع ثمن في القبور ناد وقع حيرين شكون طفا شكون قطع تريسيتي شكون هكذا ومبعدا يعاود يشعلهم من البيت تنتعوا يعاود Evil يعاود وياء هطوا يريقدوا يخليهم شوية كذا يعاود يطف يعاود ينضوا ومبعد يخليهم يعاود يرد المكيف يفرحوا الحمد لله الحمد لله هاي جاء تريسيتي يجاء تريسيتي يعاودوا يرقدوا ومع يرقدوا يبردوا شوية يطفلهم تنظم سخانة يعني هذا مشيه سهزاء ببيوت الله لي قال ربي في بيوت أذين الله أن ترفع ورهي بيوت الله لما تدخل تقرأ القرآن وتسبع الشخير الشخير أنا نقول لكم الشخير تدخل تصلي ركعتين أنت تقرأم خلطت لك بالشخير حسبونا الله ونعم الوكيل النوم في المساجد لا يجوز لأنه ينافي الهدف من وجود المساجد المساجد لم تبنى لهذا المساجد لم تبنى بشهد فيها الناس ويجيبوا المخايد حسبونا الله ونعم الوكيل